شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح الأول من نوعه في المنطقة والذي ينظمه المعهد الدولي للتسامح في دبي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بهدف استحداث أساليب علمية مبتكرة للتعريف بالتسامح ليصبح ثقافة ونهجا في كل مجالات الحياة ويغضي برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح أربعة محاور رئيسة تقدمها شبكة من الخبراء والأساتذة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وكذلك المختصين في التسامح حيث جرى تصميم البرنامج وفقا لأفضل الممارسات العالمية واختيار المواد والمراجع استنادا للبرنامج الوطني الإماراتي للتسامح وبناء على مجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة